السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم ابنائنا طلبات وطالبات السنوية العامة واولياء امورهم. وفي الفيديو ده جاب لكم بشرة صارة جدا جدا. وخبر جميل جدا جدا جدا. اتمنى يسعدكم ويسعد قلوبكم ويطمنكم ويطمن اولياء اموركم. بخصوص نتيجة السنوية العامة. ونسبة النجاح. ومفاجأة كبيرة جدا في نتيجة او نسبة نجاح مادة الكيميا اللي حصل حواليها ضجة كبيرة جدا اثناء الامتحانات. واللي بيقول الخبر ده مش حد مسؤول بس لا ده وزير التربية والتعليم هو اللي بيزف البشرة الجميلة دي لطلاب السنوية العامة. طبعا اللي حصل وزير التعليم يزف بشرة صارة جدا بشأن نتيجة السنوية العامة منوها الى النتائج المبشرة لتصحيح اولاء الامتحانات. يعني الوزير قال لنا نتائج ونسبة النجاح تبع بس معايا واسمع واعرف الاخبار وهقول لك على موعد ظهور النتيجة لكن اسمع معايا الحاجات الجميلة اللي اتطمن قلبكم دي بازن الله في الاول. نوه الوزير الى ان النتائج مبشرة جدا وان مادة الكيميا التي اثرت حالة من القلق لدى الطلاب اتضح بعد تصحيح نصف عدد اوراق الاجابة يعني هم الناس اللي بتصحح الاسدزة اه وطبعا التصحيح الالكتروني صحح نصف عدد اوراق اه الاسئلة والاجابات في مادة الكيميا بواقع ميتين وستين الف طالب يعني صححوا دور اوراق اجابة ميتين وستين الف طالب ايه اللي اتضح بعد كده اتضح ان هناك الف طالب حصلوا على الدرجات النهائية يعني ميتين وستين الف دول في الف طالب مقفلين في الكيميا طيب وايه تاني اما عدد الطلاب الحاصلين على خمسة وتسعين في المية فيما اعلى بلغ عددهم خمسة الف طالب يعني الناس اللي جايب مية في المية في الكيميا عددهم الف طالب طيب اللي جايب من خمسة وتسعين لحد مية في المية لحد تسعة وتسعين ونص دول عددهم كام عددهم خمس تلاف طالب وفيما يتعلق بنسبة النجاح في نتيجة السنوات العامة في مادة اللغة العربية مادة اللغة العربية يا جماعة نوهت الوزارة ان نسبة نجاح العربي تجاوزت كام تسعين في المية نسبة نجاح الطلاب طلاب السنوات العامة في مادة اللغة العربية تجاوزت تسعين في المية ونسبة الحاصلين على خمسة وتسعين في المية فاكسر عددهم اكسر من واحد ونص في المية يعني الطلاب اللي جايبين خمسة وتسعين في المية فاكسر عددهم واحد ونص نسبتهم واحد ونص في المية من عدد الطلاب اما نسبة نجاح اللغة الاجنبية التانية بنتيجة السنوات العامة تجوزت نسبة النجاح في اللغة العثانية 91% فأكثر خدوا بقى المفاجأة ديت الحاصلين على 95% فأكثر تجوزوا 20% من عدد الطلاب يعني الناس اللي امتحنت في مادة اللغة الأجنبية التانية 20% منهم جايبين 95% فأكثر يعني نتيجة مباشرة جدا 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 وبالنسبة لمادة الكيميا اللي كانت أثرت حالة من الجدل أثناء الامتحانات بعد تصحيح نص عدد أوراق الإجابة اتضح ان 1000 طالب جايبين 100% وعدد الطلاب اللي جابوا 95% فأكثر عددهم 5000 طالب والنتائج مباشرة جدا 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 وطبعا هسيب لكم رابط في وصف الفيديو هتتابع من خلاله معرفة النتيجة وطبعا الوزير قال ان انتظار نتيجة السنوية العامة على بوابة السنوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم وهسيب لك الرابط وطبعا الموقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها رسميا هيظهر فيها النتيجة تمام والنتيجة الوزير قال ان هي خلال شهر اغسطس التوقعات ان تبقى في الاسبوع الاول من شهر اغسطس وطبعا احنا بنقول لكم الدكتور ريدا حجازي ان بيتم مراجعة من قبل عشرة من خبراء المادة للتأكد من نموذج الاجابة منضبط وتتم عملية التصحيح الكترونيا عملية التصحيح دقيقة جدا وما فيش مجال الخطأ باذن الله ودرجات الاسئلة المقالي بيتم تصحيحها على التابلت في المعلم يتلقى الاسئلة والاجابات على التابلت وهناك اثنين من المصححين في السؤال الواحد وطبعا لو الاتنين المصححين اللي بيصححوا السؤال المقالي اختلفوا في النتيجة يعني واحد يدى للطالب درجة معينة والتاني يدى له درجة مختلفة فبيتم الرجوع لمصحح تالت او خبر تالت يحتكم او يعيد التصحيح وعلى اساسه بيتم احتساب درجة الدرجة اللي بيستحقها الطالب واذا كان الفرق بينهما نصف درجة يتم الاقرار الاعلى نصف درجة واذا زادت عن اكثر من درجة يتم اللجوء الى محكم ثالث للتصحيح يعني لو انا صححت لك ورية الاجابة وجيه حد تاني صحح لك ورية الاجابة وانا ادتك درجة او نصف درجة اعلى من زميل اللي صحح لك لا هتاخد انت الاعلى تمام يعني كله في مصلحة الطالب لو انا وزميل اللي بنصحح الورقة اختلفنا في اعلى من درجة او اتنين لا بيجيبوا خابير تالت يحكم بنا بيصحح الورقة وبيعتمد النتيجة اللي هو شايفها بالزبط تمام وبالنسبة للمعادي النتيجة احنا قلنا ان شاء الله هننتظرها في الاسبوع الاول من شهر اغسطس ويا رب يا رب يا رب الزغريت والفرحة تملى جميع بيوت المصريين اللي اولادهم في السنواء العامة وان شاء الله كل طالب وكل طالبة يحققوا حلمهم بالالتحاق بالجامعة وبالكلية اللي هم بيحلموا بيها وان شاء الله نبرك لكم كلكم قريب وتفرحوا اهليكم وان شاء الله ربنا يوفقكم في حياتكم اللي جاية وبتمنى لكم جميعا التوفيق والنجاح وبتمنى من حضراتكم لو اول مرة تشوف قناتنا ما تنساش تدعمنا بالاشتراك في القناة وتبعيل زر الجرس على علامة الكل عشان يوصلك مننا كل جديد من فيديوهاتنا منتظرينكم باذن الله ومتابعينكم اول باول في اخبار النتيجة وانتظرونا وتابعوا قناتنا وشكرا لحضراتكم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله